تمرين بعد غياب السمرة عشر تيام نروح لزميلنا كريم أحمد نعرف أخبار تمرينة النادي الأهلي ايه النهاردة بساء الخير كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد برحب بيك وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي خليني أعرف منك يمكن عشر تيام غابت فيها اللعيبة عن التمرين نتطمن منك طبعا ومن خلال متابعتك للميران النهاردة على حالة لعبتنا وعلى وزنهم أنا يمكن كنت بتكلم من برح أن المستر المسلماني معني جدا وقال إنه هيبقى فيه قياس للوزن في أول ظهور اللعيبة بعد غياب في أجازة استمرت عشر تيام يعني زميل أحمد نقدر نقول بدأت بقى المرحلة اللي نتمنى إن شاء الله يكون فيها تركيز كبير جدا لعبت النادي الأهلي بعد تحديد السوبر الرجاء مبرامة مهمة جدا والفريق الرجاء فريق محترم جدا عنده عناصر مميزة جدا فمحتاجة ترتبات على أعلى مستوى من لعبين الجهاز الفني فالأمور دي إن شاء الله بإذن الله يقدر بيتسو موسيماني والجهاز الفني بالكامل الوقوف على الحالة ونقدر إن شاء الله بإذن الله يوم 22 في الدوحة نرفع كأس السوبر زي ما رفعنا كأس السوبر في النسخة الماضية الأمور الحمد لله بالنسبة لعودة فريق النادي الأهلي بعد عشرة تأيام حالة التركيز متواجدة دائما عند القابة النادي الأهلي والمرحلة مهمة جدا والعب عارفة أهمية هذه المباراة يمكن قلت زميلي أحمد إن كان الاتجاه قبل تحديد للسوبر هي مباراة في يوتشار مباراة الدوري فمباراة الدوري محتاجة ترتيبات لكن مزي المباراة الوحيدة ومباراة البطولة فيمكن ده الأمر اللي كان فيسو موسيماني الحقيقة بيأكد عليه مع المحاضرة الفنية النهاردة اللي كانت في بداية المران أن المباراة الوحيدة هي مباراة بطولة محتاجة كل التركيز من كل العيبة النادي الأهلي الكل هي اجتهد الأمر طبعا اللي احنا متعارف عليه ما فيش أساسي واحتياطي كل من يكتاز يكون متواجد ويكون لي دور خلال المرحلة القادمة سواء في بطولة السوبر وأيضا كمان في كأس العالم مالية الأندية نبدأ نقول النهاردة اللي التدريب يعني فقرات تدريبية متنوعة منها طبعا تدريبات كرة ويمكن أنها بيتسو موسيماني تأسيمة بطول الملعب بيحاول طبعا يتطمن على العيبة بشكل كامل ويمكن أنت كمان ذكرت نقطة مهمة جدا مجرد وصول اللاعبين الكل دخل على قياسات الوزن ده أمر متعارف عليه عمتا مع النادي الأهلي مجرد طبعا العيبة بتاخد عدد من الأيام لكن العدد الأيام المراد يطاول شوية عشرة أيام فيمكن الانضباط موجود في العيبة النادي الأهلي ويمكن كل الأمور دي بقى عبان إن شاء الله اللي زيت شوية يبدأ طبعا يشتغل على نفسه لكن النقطة الأهمة كمان إن عدد كبير من اللاعبة كلها كانت شغالة فاردي الحقيقة للفترة للفاتد وده يدل على الوعي الكبير واللعبة عارفة يعني إيه قيمة النادي الأهلي وعارفة يعني إيه يكون لها دور فيها التشكيلة الأساسية لفريق النادي الأهلي سواء في بطولة الدور العام وأيضا كمان في كأس السوبر الأمور الحمد لله بنسبة لفريق النادي الأهلي ماشية بشكل طيب غدا إن شاء الله يكون تدريب 12 ظهرا فيه اختلاف شوية فيه موعيد أل تدريبات لكن بنتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكون في قمة تركيزه مرورا بالأيام إن شاء الله على أن يتواجد النادي الأهلي في قطر قبل المباراة بأكثر من 5 أو 6 أيام ومنها إن شاء الله يطوج النادي الأهلي بمشيئة اللي هو بحضور الجمهور اللي بنراعنا عليه في كل مرة يكون سبب ودفع كبير جدا لفريق النادي الأهلي يوم 22 بالدور إن شاء الله يوم 22 يكون يوم تضاف فيه بطولة جديدة لدولات بطولات النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التيتشوب